الضربات القاصمة التي تلقتها الميليشيات بعد السيطرة على مطار الحديدة أصابتها بالهلع والذعر فعمدت إلى القصف العشوائي مما تسبب في مقتل الأبرياء والمدنيين ردة الفعل هذه جاءت بفعل التصدع الكبير الحاصل في صفوف الميليشيات عقب خسارة معركة المطار ما دفع بالكثير من عناصرها إلى تسليم أنفسهم كما أسفرت المعارك عن أسر أكثر من مئة عنصر حوثي إلى جانب عشرات القتلى في صفوفها أما من بقي منهم على قيد الحياة فمهمته أشبه بالانتحارية الخسائر الفادحة في العتاد والعدى بين عناصر الميليشيات وفشلها الذريح في المواجهة المباشرة أمام قوات المقاومة الوطنية المشتركة دفعها إلى الاختباء في المناطق الآهلة بسكان متخذة من المدنيين دروعا بشرية في المقابل سعت قوات المقاومة المشتركة وما زالت تعمل جاهدة على تحييد المدنيين وجعلهم بعيدين عن دائرة القتال دون الوقوع في شرك الميليشيات التي تحاول استدراجهم إلى حرب شوارع والاختباء خلف شماعة المعاناة الإنسانية مصادر مطلعة أكدت أن قيادات حوثية شددت على من تبقى من مقاتليها بالقتال المستميت ضمن استخفاف واضح بأرواحهم وفي محاولة لهدم المعبد فوق رؤوس الجميع لكن موازين القوى هذه المرة وقبل ذلك نبل الهدف يجعل الدائرة تدور على هذه الفئة الباغية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر